تفسير حلم يمر بها الرأي وهي زيارة صديق ليك او ان في صديق ليك بيزورك في المنام في المنزل الحلم ده يعني ليه تفسيرات كتير جدا فزيارة الشخص يعني الشخص الصديق للحلم في المنام ربما تدل على التغيرات الايجابية في حياة الحلم وخاصة ازا يعني في حال ازا كان الصديق ده مقرب للحلم يعني لما تشوف صديق ليك والصديق ده كان عزيز عليك وجالك في البيت وزارك في المنزل بتاعك ده بيبشرك ان شاء الله بقدوم اخبار مفرحة ربما يبشرك برزق واسع باذن ربنا عز وجل بيبشرك بيعني بقدوم خير ليك في الفترة المقبلة ربما يبشرك بخطوبة ليك او خطوبة ليك ربما يبشرك بزواج ربما يبشرك بمال ربما يبشرك بعمل باذن ربنا عز وجل الا طبعا ازا كان الصديق ده مزعج وسيء ده ربما يدل على امرور الحلم او الرأي ده بمشكلة او هموم في حياته وفي حالة لما يشوف الحلم شخص بيزوره في منزله وكان الشخص ده هو صديق الطفولة ليه ويعني وهنا بيشعر بالحنين لأيام الطفولة والرغبة في العودة ليه مرة تانية رؤية الحلم لصديقه بيزوره في منزله وبيتكلم معاه هنا التفسير بيكون انه هو يعني هيئتمنه على الاسرار الخاصة به تنخف منه ولما تشوف البنت العزباء صديقها صديقتها بتزورها في المنزل بيكون التفسير هو حسن مهاشرة تلك الفتاة اما في حالة ذهبها في نزة مع صديقتها بعد زيارتها ليها في المنزل بتطلع لأخبار سعيدة قديمة للحلم ولما تشوف العزباء فتاة ما تعرفاش بتزورها في المنزل وتكون صديقتها يعني بيكون هنا دليل على اقبال الحلمة العزباء على امور جديدة مبشرة لها في حالة او في حالة لما تشوف الحلمة صديقتها في الجامعة بتزورها في المنزل ده دليل على الصفر يعني معاني المنفع والمكسب وعند رؤية اعطاء الحلمة فستان من صديقة لها ده بيكون دليل على تحقيق الطموحات والامانة ولما تشوف الحلمة لصديقاتها بتزورها في المنزل وبعد كده توديعها بيكون هنا التفسير ان هي سوف تفرق صديقتها تلك في الواقع حول ما ممكن ربما ده بيدل على فقدان الحلمة لتلك اه الامور اللي بتسعتها ولما تشوف المتزوجة صديقتها يعني بتقوم بزارتها يعني ربما ده بيدل على دخول الزوجة دي في عمل جديد وفي حالة لما تشوف صديقتها دول بيرتدوا فستان ابيض زفاف ده بيبشرها ان شاء الله برزق وقدوم اخبار مفرحة لها اه وربما هيشاركوها في الاعمال المختلفة ربما يعني دليل على رجوع العلاقة مع اصدقاء مقطعين عنها والضحك في المنام مع صديقتها بيكون يعني دليل على اهمال شؤون منزلها والاجتماع مع الصديقة اللي بتكون الحلمة على خلاف معها في الواقع ده دليل على العودة العلاقة ما بينهم مرة تانية ونهاية الخلافات اللي ما بينهم في حال كان اصدقاء المتزوجة ظهرت في الشكل جميل ده دليل على العلاقات العاطفية الزوجية الناجحة مع زوجها ولكن في حال كان شكلهم قبيح في المنام دي بتدل على فشل العلاقات الطيبة ولكن زيارة او لما تشوف صديق بيزورك في المنام وكان الصديق ده بيبكي او بيصرخ مع الحلم ربما الصديق ده يواجه مشكلات كبيرة ويحتاج المساعدة منك والحلم بالاصدقاء القدام بشكل عام بتدل على العاطفة الكبيرة والتخلص من الضيق والاكتئاب في حالة يعني رؤية فقدان صديق في المنام دي من الاحلام الغير محمودة ورؤية الحلم للصديقه بيزوره في بيته وبيحضر معه العداية ده دليل على زيارة المودة فيما بينهم وببشر بقدوم الاخبار المفرحة اما يعني بالنسبة لزملاء العمل يعني ده بيدل على المسؤولات الكبيرة التي تقع على عاطق الحالم ويعني فيها بشارة ايضا بتحقيق اهداف وطموحات ولكن في صعوبة بلغة ولما تشوف زملائك في العمل او في الشغل بتاعك ومعهم هداية كتير دي بتبشرك ان شاء الله فيه صاروة كبيرة في وقت قصير اما بالنسبة لاصدقاء الدراسة دليل على مرور الحلم بحالة نفسية صعبة ولكن هتنتهي رؤية زملائي المدرسة ومعهم هداية عند زيارة الحلمة في المنام بتكون دليل على الامل الشديد في الحياة القادمة والتغير الرائع والاجابي في حياة الحلمة في حالة رؤية اي من الاصدقاء في الدراسة او في العمل بيكونوا في شكل قبيح وغير محبوب دي من رؤية غير محمودة لان هي بتدل على سماع اخبار غير سر او الفشل في امر ما حبا في الله ربنا وبشركم وكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فسرها يريد تكتبعنا اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم في اسر وقت ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعل الجرس علشان قناتكم بتوصل لجبر قدر منكم من الناس والقافي داخل السلام عليكم